تعبيراً عن روابط المحبة والإخاء بين أبناء الشعب الأردني الواحد مسلمين ومسيحيين أقام مركز سيدة السلام للأشخاص ذو الإعاقة والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني حفلي إفطار رمضاني بحضور عدداً من المسؤولين ورجال دين مسيحيين ومسلمين وجموعاً من الصائمين إلى التفاصيل تحت رعاية سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطبع أقام مركز سيدة السلام للأشخاص ذو الإعاقة التابع لمطرانية اللاتين في الأردن حفل إفطار رمضاني للأطفال من ذو الإعاقة وذويهم وحضر حفل الإفطار البطرق فؤاد الطوال والمطران سليم الصائغ والمستشار في سفارة الباتيكان في عمان المونسينيور مورو لالي ومطران الروم الأرثاذوكس فيندوكتوس وعدد من المسؤولين ورجال دين إسلامي ومسيحي وكان المدير العام للمركز الأب الدكتور شوقي بطريان قد ألقى كلمة أكد فيها أن إقامة مثل هذا اللقاء الأخوي هو تعبير عن روابط المحبة والألفة والانسجام الذي يجمع بين أبناء وطننا الغالي بكل أطيافه يطيب لنا أن نرحب بكم بحرارة في هذا المساء الطيب وفي هذه الواحة واحة مركز سيدة السلام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم من أحب الناس على قلوبنا إن هذا اللقاء الأخوي الذي يجيء في شهر رمضان المبارك وكما اعتدنا في كل عام هو تعبير مننا عن روابط المحبة والألفة والانسجام الذي يجمع بين أبناء وطننا الغالي بمسيحيه ومسلميه أيها الحفل الكريم في الوقت الذي تعصف بعالمنا رياح عاتية تعكر صفوه واستقراره وتشوه صور التعايش الحقيقي بين أطيافه المختلفة فها نحن في هذا المكان نمضي بإيمان وعزم وكما جاءت رسالة المركز بتفعيل المحبة الحقيقية من خلال تقديم خدماتنا على أرفع وأحدث مستوى لكوكبة أطفالنا الأحباء الذين هم غراس يانعة في حديقة أردننا الحبيب وقبل أن أختم أقول لا يخفى على الجميع المسيرة الطويلة المثمرة لمختلف لجاننا التطوعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة والتي تعد الشريان النابض لعمل مركز سيدة السلام والتي تعمل جاهدة لنشر الوعي حول هذه المسألة وأنتم جميعا سفراء وأينما حللتم وأختم بالقول أنه منذ تأسيس هذا المركز كانت رغبة ومقصد مؤسس المركز سيادة المطران سليم الصاير حفظه الله أن يصار إلى تقديم الخدمة بالمجان وأن تترك لعناية الإلهية تدبير ما سيترتب عليه من نفقات تشغيلية وخدماتية على هذا الإيمان مضينا وبدعم مشكور من محسنين كرام الذين من الحق أن نشكرهم الشكر الجزيل وأن يجازيهم الله خير جزاء على أعمال الخير التي يقدمونها ونشكر في الختام سعادة السيد أكرم كريم أبو يوسف فارس القبر المقدس الذي تبرع مشكورا بهذا الحفل هذا المساء حفظه الله وحفظكم جميعا وأهلا وسهلا بكم جميعا بدورها أكدت رئيسة اللجنة الإسلامية المسيحية في المركز سميرا ريحاني أن اجتماع اليوم ينعقد على مائدة المحبة والوئام وعلى مائدة الخير والسلام وعلى مائدة الإفطار الرمضان السنوي الذي يلتقي فيه الجميع على اختلاف أطيافهم وتركيباتهم الاجتماعية ليشعروا جميعا بأنهم شخص واحد وعائلة واحدة وهذا ليس بالشيء الغريب على أردن السلام والوئام والخير نجتمع معا على اختلاف أطيافنا وتركيباتنا الاجتماعية ليشعروا جميعا بأنهم شخص واحد وعائلة واحدة وهذا ليس بالغريب على أردن الهاشميين حيث عودنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على ذلك في أردن السلام والوئام والتسامح وفي النهاية صوما مقبولا وإفطارا هدنيا بإذن الله وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير على صعيد متصل وتحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل أقام مركز التعايش الديني في كنيسة الروم الكاثوليك بجبل الويبد بعمان مأدبة إفطار للأطفال الأيتام حيث أكد قدس الأب نبيل حداد مدير المركز بأن الهدف من إقامة هذا الحفل الذي حضره نواب ورجال دين مسلمين ومسيحيين وذو الأيتام هو تجسيد المحبة والوئام بين أبناء الشعب الأردني الواحد الذي يتفق فيه الجميع على حب الوطن وقيادته نجدد رسالة المحبة والمودة والوئام نتقاسم مع حبتنا المسلمين التقوى وطاعة الله والحب وتراب هذا الوطن وهواءه ونتقاسم الخبز والملح ونؤكد على عزمنا أننا سنبقى دوما هكذا نموذجا في الحب نحو السماء ونحو أخينا الإنسان كل عام وأنتم بخير حقيقة التعايش الديني في المملكة الأردني الهاشمية يعد أنموذج يحتذى به في كل البلدان فأحنا ما بنقول تعايش هذه العادات موجودة بيننا كعادات اجتماعية قبل أن تكون مؤسسات رعاية أو مؤسسات رسمية هي كانت علاقات اجتماعية في البيوت يعني كان كثير من إخواننا المسيحيين يسووا فطور للمسلمين وكانوا يكتب يعني اللي بخاف الله يتفضل علينا واللي بحب الله يتفضل يفطر عندنا وجير تلع الغداء وهذا التبادل صار الآن يعني له قوالب جديدة من خلال مؤسسات الرعاية والمؤسسات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية المختلفة لكن حقيقة هي كانت متجذرة وهذه العلاقات أنموذجا يحتذى فيه في كافة الدول سواء العربية منها أو الإسلامية أو في كل العالم الأردن يعتبر أنموذج والسبب في ذلك القيادة التي ترعى كل هذه الأطياف قيادتنا الهاشمية يحفظها الله الشكر طبعا للقائمين على مثل هذه البرامج والشكر على هذه الرعاية لأنه فعلا هذه الشرائح من المجتمع تخص الجميع فبالتالي تكون من مسؤولية الجميع سواء المؤسسات الدينية الإسلامية المؤسسات الدينية المسيحية أو المجتمع بشكل عام ينبغي أن يضع يده للمحافظة على مثل هذه الشرائح والقيام بواجبه تجاهها شكرا لكم باسم الجميع نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأب نبيل حداد على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة والتي تنم على الأخوة والمحبة وعلى أننا في الأردن أهل يعني رسالة محبة وسلام أيضا على أننا لوحة فسي فساء لا فرق بين مسيح ومسلم في هذا الأردن أردن أبا الحسين الذي عودنا دائما على أنه تربطنا المحبة وتربطنا الأخوة والمحبة والسلام نحن في هذا البلد نجسد بأن هناك الأردنيين مسيحيين ومسلمين وبغض النظر على المنابط والأصول كلنا أسرة واحدة وهذه الطريقة أو هذه الفكرة ليست هي غريبة وليست هي جديدة وإنما جميع الطوائف المسيحية وجميع الفئات المسلمة كلها دائما تعمل مصلحة واحدة ويد واحدة لما فيها مصلحة الوطن ونحن في هذا الوطن دائما نضرب الأمثال لكل رسائل للعالم بأننا أسرة واحدة في هذا البلد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين واليوم حفل الإفطار للأيتام وسيحضره المسلمون والمسيحيون في آن واحد وسيكون هو المعزب قداسة الأب نبيل حداد مدير المركز الذي أسس ورصخ نهج التعايش بين كافة فئات المجتمع بغض النظر عن الدين واللون والعرق وسنكون إن شاء الله نحن في استقبال المسيحيين وسيكون المسيحيين لاستقبال المسلمين وكلنا معزبين في هذا مركز التعايش الديني ونحييكم أيضا كمان الإعلام له دور كبير جدا في نشر رسالة عمان الذي دائما تؤكد على أننا في هذا البلد وحدة واحدة ولا نتخلى عن قضايان المركزية وإن كنا نفطر في عمان لكن قلوبنا مع غزية وقلوبنا مع فلسطين وقلوبنا مع المسجد الأقصى ومع الكنائس والمقدسات المسيحية والمسلمية هي مقدسات للجميع وليست لفئة محددة ترجمة نانسي قنقر